شركة الروف في هذا الجرس لا كيفية استخدام مستند موجود المفعل وذلك باستخدام مربع الحواية ويتم إظهار مربع الحواية وتضغط على المساعدة Open من أدوات أسلس وتضغط على المساعدة الاختشار ويوحة المساعدة وباستيار من الجرس ومن الوظائف تضغط على المساعدة تضغط على المساعدة تضغط على المساعدة ويجب أن نرى أن هذا المربع الحواري يشبه إلى حديث المربع الحواري الذي تعرفنا في الخطوات الأخرى حيث يمكننا أن نقول بسرعة مثل المجلدات مختلفة الإشكاملات فاوري وفاوري 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 كما يمكننا أن نقوم بسرعة المجلدات التي يوجدها ويجب أن نضخها داخل المساعدة ومن أفعال نحدد المساعدة الموجود به المساعدة الذي نريده ومن الضغط على المساعدة المجلد على المساعدة المساعدة سوف تضع نحتوياته في هذا الجزء حيث يمكننا أن نظهر المساعدة للقوض وبفاوري القائمة view سيكون المربع الحواري وفي الخطوات الأمر سوف يظهر جزء الراش بمعينة الكنافات على المساعدة المربع الحواري ومن معينة الملكة قبل فتحها يمكننا أن نوفر لنا البلاد إمكانية أثناء المساعدة بدلالة كناة أو جملة أمورها موجودة مثل هذا المساعدة ودلالة تاريخ ودلالة تاريخ وباستخدام العمل من الخواشة الآن نفتح من أجل الحواري ومن أجل الحواري ومن أجل الحواري ثم نرى أن هذه مضاع الحواري تستوي على لوحة متغيرات اللوحة بيزيك وتستخدم عمليات البحث المشيطة واللوحة أجراء تستخدم إجراء عمليات البحث المعقدة فأجرار لوحة الخائرات التي تمكننا البحث عن المشيطات باستخدام خيام خواشها من القائمة نفتح الخاصية على مريض استخدام البحث عن الملاج ومن القائمة نفتح أجل الحواري التي نريد استخدامها في البحث وتتغير الخيارات التي تظهر في القائمة تبع الملاجم اختياره من القائمة صابتة ومن القائمة نقوم بإجراء خيمة المتغيرات التي نريد استخدامها في البحث وهذا المثال كلمة أو جملة معينة موجودة داخل وإذا أردنا أن يقوم برنامج بالبحث من جملة بالكامل سأجد من وضع هذه المسلمات بينها على سريع الترقيم وتماركس ثم نفتح على المفتاح لإضافة هذه الصغيرات إلى جملة البحث سيرش لاشت ومن القائمة نفتح نفتح البحث من القائمة نفتح 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 على الملفات التي نريد البحث من السيارات التي نراها في القائمة وبالضغط على المفتح سوف يتم العادة في القائمة نفتح المترجم كما نرى نفتح نفتح وكما نرى ظهر نتيجة البحث في الجزء سنفتح الملف الذي ينبغ ونضع المؤشر ضغط دوق فنعود المربع حيوية ونضع الضغط من نشار الملف في نضع سيتم المفتح 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 البرمج المفتح 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 المفتح